السلام عليكم مرحبا بكم معنا في الجزء الخامس كما تشاهدون من بعد ما خدمناه ودوزنا له هنا المرحلة الأخيرة هي كيف ندوز هذا الحاجب نحتاج هذا العقيق لا يخسر كما وضحت لكم في الفيديو نحتاج لها تشميشة على حسب العقيق لا يكون خوف اللون نحاول نشكله في الألوان والأنواع العقيق ونحتاج خيط ونحتاج هذه الرقيقة انا نصحكم أن تخدموا هذه الرقيقة لأنها تدخل لنا في الخيط ونحتاج لكم الخدمة مزيّرة هذه الرقيقة تشيننا في الخيط وتشيننا في التوب أنا كنخدم فيها بزعف نبدأ مباشرة طريقة أنا سبق لي وخدمت هنا واحد جوج عوينة كما تشاهدون بقاتل هذه العوينة الأخيرة نجيب هنا في القنت باش نقلبوا نجيب هنا باش ندفنوا هذه الحزمة أو لانتوا ما تشوفوا هذه الحزمة لنشدوا هذه العوينة التي هي الحزمة باش نتبتوها هنا فوق لا نجينا باينة بعد نقلبوا الخدمة نجيب في هذا المكان هنا في الغرزة العامود الأولى نجيب هنا نجيب هنا نجيب أصبح جوج عقيقات ها هو ماء جوج عقيقات أنا ندوزهم في الخيط باش تعرفوا بطريقة لي ندوزوا هاته جوج عقيقات نديروا بحلوك بيدينا باش ندههم مائلين نحنا بغينا نديروهم مائلين على شكل عوين نحنا بغينا نميلوهم ونشدوهم بيدينا ونجيو هنا في الآخر فين وقفو لنا العقيقات ندخلوا ونجيب هنا في هذا المكان نتمنى يكون واضح ونجيب هنا ونجبت ونتأكد ونجيب هنا العقيقات ديالي يبقوا مصرحين وفي نفس الوقت جوهم مزيانين ما نجيج وحده فوق وحده خاصة وحده نجيب عوض ثاني جوج عقيقات وحده أخرين من العقيقات جوج ملاسقين جوج عقيقات عوض ثاني غندوزهم في الخيط وغنضيهم مائلين على هذا الشكل هذا فاشغنضيهم مائلين غنشدهم بيدي على هذا الشكل وغنجي هنا في النهاية ديالهم في الموقفو وغنجيب عوض ثاني جوج ودائما نمشيو مائلين ما غديش نمشيو خادمين بحل الأعميدة نمشيو حنا دائما مائلين باش كنشكلو هذا كل حاج بدينا بطريقة ودائما كنتبتو بدينا على هذا الشكل هذا وغنجيب دابا البرادية والخيط صافي راح منيك تقيسوا في الأول صافي راح العقيق راح كيمشي لكم مباشرة البلاستو هنزيد عوض ثاني جوج عقيقة اخرين تقنية سهلة بسيطة هنا اللي بغت تعوض بالكريستال تعوض ولكن بالنسبة الكريستال نحاول نغيره نجيبه الجديد ونخدمه الجديد ودائما الحاجة منيك تكون جديدة كتكون متميزة كيكون عندها وحد ديكور عوض ثاني مختلف ووحد ديكور خاص ندوز وعوض ثاني هاتي وجوج عقيقات على هاتي الشكل هذا دائما نمشيو مائلين دائما نعاونه بالدينة باش كننطق نطق ونطق دائما نعاونه بالدينة باش كننطق دائما منيكن تبدو جوج عقيقات على هاتي الشكل هذا صافي وغا تبقى وغاديين مستمرين حتى غا تكملوا هاتي الدورة ديال الحاج بهاتي كاملة نعاوده ندوره على الغرزة اللولة كما كتشوفوا نشده شوية في هاتي الأعميدة وغا نشده في هاتي الغرزات في هاتي الغرزة ديال العقيقة على هاتي الشكل نحاوله نعطيه الخاطر لهذه العقيقة س вдругçarه هاتي جيزوينة دابا غا نععده عودة ثاني غا نشده في هاتي الأعميدة وغا نمشيه لها الغرزة هاتي سميتو هاتي السنينة ثانية ديال العقيقة حيض دروريخسي نشده في هجوج باش نتحكموا فيها أكثر داب على هاتي الشكل هذا هنعودوا وعودة ثاني فوق منها باش نتبتوها أكثر على هات الشكل داب داب هاي تبتنا هاد الأولى دابا غا نرجع ههنا ندخل وسط العقيقة ونمشي الاتجاه الآخر نخدمه وسط العقيقة لأن هذا الفراغ لم يكن لديه نضيف الخيط على هذا الشكل نضيف الخيط على هذا الفراغ نضيف الخيط على الأميدة ونشد شوية في الفراغ او لديك سنينة ديل ديك شميشة مباشرة نعود ثاني هنجي هنا في هاد السنينة الثانية على هاد الشكل هادا ريب شوية هاد العقيقو هادا كيبغي واحد شوية ديل الخاطر هنشد عود ثاني هنا ايا فتوب فعفوان فذك الخدمة ديالي ونعود ندور على الغرزة ونضحنا هاد العوين هادا احنا ايا كمناه على هاد الشكل هادا سوف نتبطو الخيط ديالنا هنه دقيما في الظهر انتو مغات لاحظو الا خدمته على الوجه ولا خدمته على الظهر لخدمة الفرق بينتها كده يرمل احسن تخدموها بهات طريقة على الظهر هاد العوين هادا ندورو فيها الخيط بحاله كي على جوج خطرات على هاد الشكل هادا سوف يوم من بعد غدي نقطعوه هادا والشكل ديال نسطوق ديال عين بقرة كيجي الشكل دياله غزال تبارك الله كيحمق وشي حاجة اللي هي مختلفة مش هي نقول موضي راح قديم ولكن كنزيدو علي واحد اللماسات اللي هي عصرية وكنزيدو علي الانواع ديال العقيقة اللي هي دارجة في هاد الوقت هادا وكيتبدل ستيل دياله وكيختالف وكنتمنى يعجبكم ان شاء الله واتطبقوه وما تنسوا شرق متلوات السابت دياله للاي اسئلة اوسف صار مرحبا بيكم في اي وقت السلام عليكم احنا كملنا هاد الحاجب هادا منيك يبقى لي ندب هاد الفاراغ هادا صغير إلا بقى لنا فاراغ صغير ما كيلاكش نانديرو جوج عقيقات اذا غناخدو عقيقة صافي وولي هي يديها جاتها جوج تخلي جوج لكن انا كنفضل في هاد الفاراغ الاخير نخلي غير وحدة كيم ما كتشوفو هواد على هاد شكل هادا صافي هاي عقيقة وحتاجتنا خدموا مباشرة هاي عقيقة وحتاجتنا صدت لنا هاد الفاراغ هادا الي كيكون هادا دبابلي كنكمل هاد الحاجب هادا اجمز دعيب انا نقطعوا الخيط وعاد باش نعودوا نرکبو او ننخدموا الشميشة هندوروا الخدمت دينا على هات الشكل هادا و هوندي نزيله هادا ها هاد الاعميدة هادا هنمشيوا الخيط دينا ووسط هادوك الاعميدة باش نوصلوا للوسط ывают دينا هنما كتشوفو احنا غنرن نمشيوا الخيط دينا على هات الشكل هادا وصلنا الوسط للعين هنا بالنسبة للعين عندكم اختيار اما تخدموها على هذا الشكل انا كنفضل نخدموها على الظهر عنوريكم انا طريقتي باش كنخدم انا هكا على الظهر هتجيبو غتشدوها بهالطريقة هذي اولا باش كنت تحكمو فيها هنا وكيبالونا هاد الفارغات هادهم زيان هنا بكن تحكمو فيها اكتر نشدو العوين ها هي في الوسط انجيو هنا هاد الشميشة ركي يكون في هادو كسنينة مني غدي نشدو اندورو على هاد الشكل هادا الغرزة الاولى انعودو نشدو على ثاني في هاد الاعميدة وانعودو ندورو على الغرزة الاولى على هاد الشكل هادا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة